اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي اهم الشخصيات اللي كانت في بورسة الكلام اللي المواقع الاخبارية نشرت كتير عليها مين هما وليه محمد صلاح بسبب الماتش بتاعة شلسي وبسبب كمان وصوله الى القاهرة اليوم عشان ينضم المنتخب ومعانا تفصيلة حلوة ليه وتاني اكتر شخص كان عليه نشر كتير جدا الكاتب الصحفي الكبير الراحل ابراهيم حجازي النهاردة تقريبا تقريبا على فيسبوك وعلى تويتر وعلى مستوى الاخبار كتير جدا جدا كان فيه اهتمام به ومعانا برضو ابرز منعاه دكتور مصطفى مدبولي على خلفية اجتماع لمجلس الوزراء وعلى خلفية اجتماع لعلاقة بمتابعة مستجدات كورونا وكمان تصريحات لعلاقة بالسياحة عندنا كمان كارلوس كريش مازال تصريحاته امس مفار حديث وجدل كتير جدا خاصة فكرة عدم وعده بكأس الامة الافريقية او حتى بالمنافسة مقابل الوصول لكأس العالم العامري فاروق ظاهر على مستوى الاخبار بعد انتظار النادي الاهلي للاتماس اللي قدمته لللجنة الاولمبية الدولية خاصة بعد المحكمة اللي هي حكمت برجوعه طارق شوكي دكتور طارق شوكي وزير التعليم على خلفية تصريحات كتيرة جدا بس مهم جدا بعارفين معظم التصريحات لو قول مثلا دكتور طارق شوكي تعليم موجود على طول معانا على الترند الشخصيات بس معظم موجوده لعلاقة بتوضيح تصريحات توضيح قرارات توضيح اخطاء نفي شائعات اكتر من اصدار قرارات يعني هو ممكن يكون اتكلم مرة على ربع ابتدائي مثلا لانه مطال الجدل يبقى له شهرين واتكلم ميت مرة عشان يوضح المرة اللي قال فيها الجديد على ربع ابتدائي مهم جدا واغدين بانا من نمط الاستهلاك اللي احنا بنستهلك به المسؤولين دي من اكتر القصص اللي حصل عليها تفاعل كتير جدا النهاردة سيدة الشهامة سيد الرئيس بعت هدية عينية وكمان بوكي ورد وهي قال التصريحات ليه علاقة بشكر الرئيس وشرحت كمان الموقف معرفش انتوا فاكين ولا لا هي كانت سيدة من حلوان مشى عادي جدا لقيت بنتين متسك جي صدامهم وعايز يسرق الحاجات اللي معاهم سيدة عندها تسعة وخمسين سنة بتقول ما قدرتش تتحمل سريخ الطفلتين دول وهجمة الجاني ما تسبب انها واعت وفي المستشفى يعني لو بنتكلم على عودة الوعي ده نموذج على فكرة من فكرة الناس اللي لسه عندها قدرة على الفعل وعلى التفاعل مع الاحداث رغم انها ممكن تكون كبيرة بالسن فتقول ده لو فكرة احياء التقدير من رئيس الجمهورية شخصيا ده حاجة كويسة ده حي ودي مش اول مرة ولا عايز بجد حي فعلا لان فيه واضح ان فيه رصد جيد لنبض الشارع وإيه للترانز أو اتجاهات الناس بس مش دائما بتبع حاجات ليه علاقة بيعني حاجات نافرة وحاجة خاصة بالشهامة والرجولة والاصل والانسانية ودي حاجة عظيمة جدا بصراحة ده انسانيتي كده معاك يا لو خيري لما نقوله اطفو التكييف عشان كريبة بتبرد في الشتاء على طول اللي بيجب بيروح مريض طيب عندنا توقعات بأسعار بتسبيت أسعار مؤدد مترولية ده قصة على موقع مصراوي وعلى عهد موقع مصراوي تعرفين كل ربع سنة بيتم إما تسبيت السعر أو زيادته 25 إرش 40 إرش السنة اللي فاتت زاد 3 مرات أو يقل على فكرة ساعات بس السنة اللي فاتت زاد 3 مرات فدي من ضمن الحياة اللي كان عليها تفاعل كتير جدا تاني قصة معنا بسرعة على فكرة النيابة بتبحث تسريبات ليه علاقة بشخص اسمه فكري الهواري مربوط بالشاب اللي عمل حسا فيه سنعايز أقول لك إنه ماليش علاقة بيه خالص هو عضو منتدب في الشركة بس مش نفس العيل أرد هو اسم فكري سليمان ولكن الهواري دي خدها من كتر التسقق بالعائلة من كتر التسقق بالعائلة لكن عشان ناس ربطت بينه بن كريم المتهم في الحادثة وماليش علاقة بيه وأنا عايز أقول لك أنا حجبت الاسم بتاع البراند احتراما وتقديرا للفصل ما بين فكرة العلامات التجارية وفكرة الأضايا والجنائية طيب بس أنت خالد والواقع بتاعتها كان مصار اهتمام كبير جدا وأعتقد إنه مهم جدا ناخد بأنه من الحاجات اللي بيتم والفابركات وده ممكن ناس تروح حياتها تضيع بسبب صور مفابركة مصر الأولى عربيا في عملات البيتكوين وعملات المشفرة وده من الأرقام بقى السواحدة احنا ممكن نقعد نتكلم عليه ساعة بس ما عندنا هاش وقت بس مهم جدا تعرفوا إنه وصلت العملات المشفرة وصلت وبدأ فيها اهتمام وبنتكلم على عدد كبير جدا على عهدت سيينان العربية بيكلموا على إنه في مليون سيينان العربية مليون وسبعمائة ألف شخص مصري تعاملوا مع العملات المشفرة خلال السنة فأعلى من النسب كتير الواقع بتاعة المعلمة طبعا كانت مطار اهتمام كتير جدا وتعليقات كتير جدا خاصة منها على الفيسبوك أكتر من تويتر يعني لو قلت له أقولك على تويتر أيدوا المعلمة اللي كانت بترقص على الفيسبوك أغلب الناس كانوا ضد المعلمة اللي بترقص على إنستجرام الصراحة ما عملوش حاجة كانوا مش فاضين شوية دي كانت من صور اللي كان عليها تفاعل جدا دونيا سامين غانم صورت أختها ويبدو المعلم كانت شوية بالها وحطتها على إنستجرام بتقول فيها إيه؟ بتقول أحن قلبي في العالم والله ما شاء الله وبتقول واضح إن الصور في السعودية واضح إن الصور في السعودية وهي بتقول على إن دونيا دايما بتبقى ماشية بكياس فيها أكل للكلاب والقطط في شنطتها في كل بلد وفي كل مكان هنيئة لها بالثواب الكبير جدا مراوان موسى نجم أغاني الراب أعتقد سمعتو السنة فاتت اسمه كتير جدا ابن زماني الصحفي محمد موسى كان تريند النهاردة بسبب أغنيته كانت رقم واحد الأغنية رقم واحد على كل مزيكة يوتيوب في مصر كانت أغنية سخنة جامد لمراوان موسى نجم الراب يعني صحي على إيه سخنة جامد؟ سخنة جامد عن الأرض ولا عن السماء ولا عن الأجواء لا أخذ بالك ومعظم الراب مش قصدهم واحدة ست ودي برضو جزء من فكرة مزيكة الراب مزيكة الراب تليقى دايما بتكلم على أفكاره وحالته هو الشخصية ولا بيعمل إيه يعني شفهم حالة إنسانية يعني معظم مزيكة الراب أيما على حالة إنسانية حالة فكرية سخير أمل تعبير شخصي يعني زي أكدناها تدوين محمد كيكر الألمانية المجلة محمد صلاح نصفته المجلة الألمانية الشهيرة عمرها فوق المئة سنة أحسن من فرانس فوتبول مئة مرة حطت محمد صلاح بناء على تصويت 234 لاعب في الدوري الألماني حطته اللعيبة دول هم اللي صوتوا اختروا رقم اتنين بعد ليفاندوفسكي فده يعني بصت له الصحف العالمية على إنه ده تقدير أو رجوع الحق لصحابه من الآخر محمد صلاح برضو معنا في قصة تانية فجئنا بالصورة دي محمد صلاح حطتها وأحمد كمان حسن كابتنا حسن حطها ليه؟ تريزي جي وهو بيصوروا وهما على الرحلة واضح إنها طيارة خاصة وهم راجعين بعد الماتشات بتاعتهم مبارح عشان ينضموا المنتخب هينضموا يوم الأربع تريزي ليه واضح إنه متفيد ما عرفشت خاتوا لكم التي شيرت ولا لا احنا عملنا زيانتنا رينادا عملت كده هي كده يعني فضولية شوية فعايزة تعرف التي شيرت ده بايه الكلام اللي موجود وسعره كام؟ تعالي مشوف عشرة دولار سعر عشرة دولار؟ أنا مش أخب التابع كامل يخيط توقع السعر كيف؟ لأ أنا خلاص قريته بس هزع القوي بصراحة هزع القوي يعني ستمية واربعين دولار ده سعر التي شيرت وهو التي شيرت ملكة فرنسي ومقرها في أسبانيا هي يلبس دي مو عايش اه بس أنا قريط له تصريحة بكده إن هو بيحب الحاجات الحكايات العادلة بسيطة الاستقرار المالي بيقولك بحب الحكايات العادلة يا لبربول بقى أخدوا بالكم والاستقرار المالي والتي شيرت كمان له له كده روز ولا فيه لوك جديد بحفظ صلاح أتمنى يكون يا رب كده وشه حلو وعلينا بني يساعده زي ما بيساعدنا ودي أعلى كوميكس كان على مصر بناءًا على رقبة الجماهير اللي عايزين يعرفوا ايه أعلى حاجة ده حكت النهاردة باسموند الشامل ركز معايا ده رقم واحد وهي بيقول فيه عبدالله محمد صلاح كانوا بيبعت رسالة بيقول عبدالله أنا هلعب لك ثرو يوم حداشر قدام نيجيريا ابدأ يتحرك من دلوقتي طبعاً المعنى يحفظتني الشامل يا دخبت جامدة بيقوله انت بقيت بطيء ابدأ هو يتحرك طيب من الصين معانا قصة حلوة جداً من الصين الصين شاب صغير جداً كان عنده 4 سنين اتخطف قعد 30 سنة بعيد عن أمه وفجأة على السوشيال ميديا رح باعت رسالة قال فيها جماعة سعدوني عاوزة أبصل لأمي وأنا مش فاكر لغير بعض المعالم البسيطة وخريطة للقرية فيها مش عارف حديقة وغابة ومدرسة وكده الناس بدأت تساعدوا ووصلوا فعلاً للمكان وعملوا تحليل ديانيه ووصلوا لمنطو تعالوا نشوفوا الفيديو يا سلام يا سلام غلقت جامدة أول أكثر من 30 سنة ويردى عشر أه بص أهو لي جونج 30 لي جونج 30 عاماً يلتقي بوالدته بعد غياب يعني حد حيقولك لا بعد غياب طويل ايه طويل كمان اهو بص ايه طويل الأخير موقف إنساني بصراحة قوي جداً موقف إنساني جامل قوي واعايز أقولك دي مش أول مرة يعني الصين سنوياً فوق العشرين ألف طفل بيتم اختطافهم ويروحوا لعائلات تعارفين موضوع تحليل الناس دا مش بسيط بس انت متخاف العدد الكبير ده ان حد يقدر يلاقي مامته دي من واحدة يعني من أكبر العداد اللي في الدنيا يعني خاصة بالشعوب فانت ممكن تتخيل إن هو يقدر في وسط العدد الكبير ده يحفظ خريطة قرية قد تكون متشابه مع قرية لكن عند أربع سنين سنين بقى جبابرة عند أربع سنين وفاكر الخريطة من أربع وعند أربع سنين فقعد يوصف آخر حاجة معنا النهاردة هو حالة النعي والوداع الكبيرة جداً اللي كانت على السوشيال ميديا النهاردة لواحد من رموز الصحافة هو رموز الرياضة في مصر والرموز الوطنية والرموز الوطنية طبع ودي أبرز طبعاً كابتن حسام والخطيب والخطيب كان موجود وكان بيبكي وإكرامي وكابتن ميدو ومجلس الشيوخ وفديا حداد واللقطة اللي برضو الناس اهتمت بيها جداً ها التغريدة اللي عملها كابتن حسن المستكاوي أو الكاتب الصحف الكبير حسن المستكاوي خاصة منه من النشاطاء على تويتر أكتف جداً يوم 31 كان بيقول يا رب تكون سنة سعيدة وبيدعو الناس أنها تدعي لهو بيقول أخي وزميلي إبراهيم حجازي وبعد كده الخبر النعي كان النهاردة وبعته تعرف يا خالد يعني هو كان الوحيد تقريباً كمان اللي نشر إيه السبب في وفاته وهي التدعيات اللي حصلت بعد مرضه بكورونا وإصابته بسلسلة من يعني الأزمات اللاحقة ويعني وفشل في بعض الأجهزة ودك طبعاً كانت المرأة الأولى اللي بيتم المصرحة بحالته الصحية وإيه السبب اللي أدى لي وفاته الله يرحمه يا رب يعني كان فيه نعي كتير جداً ده الأستاذ نبيل الحلفاء ويعمله ونشر له مقال وحطه صورته جنبها وهو بينعي الله يرحمه يحسن إليه وكابتن ميدو قالك يعني إحنا تربين على مقاله أسبوع يوم الجمعة في جريدة الأهرام يبقى ويعقوب السعدي رئيس قنوات الوزابي للإعلام تاريخ وسيرة العطرة تعالني خالد آه يعني أنت أخذ بالك لا أخذ بالك إحنا نتكلمش على نعي مصري نتكلم على نعي على مستوى الوطن العربي كله يعقوب السعدي وبنتكلم على كمان علي سع اللي هو المعلق الرياضي الشهير علي سعيد الكعبي فحالة كبيرة جداً واحد من القوى النعمة القوية جداً الله يرحمه دعوله جميع لكن أثاره ربنا يرحمه ويصبر كل محبين شكراً يا خالي شكراً كريم شكراً هنطلع فاصل بعد الفاصل خد حبات زنك خد حبات فوار فيتامين سي كل يوم خد ألف ولو بردت عبان شوية خد ألفين خد فيتامين دال حبوب خد فيتامين بي سكس وتولف قاعدين ننصح بعض وتروح الصيدلية تقول هات فيتامين وتدي فيتامينات وإنت معتقد أن ملهاش أي ضرر وده مفهوم خاصة في نفس الوقت قدامك الحال قدامك الخاص وقدامك الجزر وقدامك الفلفل وقدامك الطماطم وقدامك الأكل كله الفاكهة عندك كل الفيتامينات سايبين ده وراحين ده ليه؟ ده اللي حنقش في حلقاتنا بعد الفصل